تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله فشملت برعايتها الكريمة اليوم افتتاح جناحي أثار خضراء الذي شاركت به مملكة البحرين في إكسبو ميلانو 2015 حيث تمت إعادة بنائه بجانب بيت الشيخ عيسى بن علي في المحرق ويضم عشر حدائق فاكهة وقطع ناثرية لتكون بمثابة منصة عرض مثالية لتوضيح طبيعة ومخزون التراث الزراعي لمملكة البحرين وبهذه المناسبة أعربت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله عن فخرها واعتزازها لما حظي به جناح البحرين في إكسبو ميلانو من تقدير دولي عبر حصد العديد من الجوائز العالمية روها تنسموها بجهود معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وأفريق عملها الذي نقل صورة مشرفة تعكس للمجتمع الدولي عمق وأصالة تراث مملكة البحرين وما يشكله الاهتمام بالزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جانب ناصيل على مر البناء الحضاري للمجتمع البحريني إلى جانب الاهتمام بالترويج لفن العمارة في المباني التراثية والمنبثقة من الهوية العربية والإسلامية من جانبها شكرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على اهتمامها الدائم بالحراك الثقافي ودعمها لنشاط هيئة البحرين للثقافة والأثار والذي ينعكس اليوم على استدامة العمل الثقافي من خلال نقل جناح البحرين من ميلانو إلى المحرق وقالت معاليها إن العمل الدؤوب الذي قامت به مملكة البحرين في جناحها الوطني يستحق أن ينقل ليصبح وجهة للسياحة الثقافية إذ يعد الجناح فرصة لترويج مملكة البحرين وجمال بيئتها وطبيعتها ونباتها وثمارها وعراقة حضارتها وأضافت معاليها لقد تم نقل الجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو ميلانو 2015 ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة لهذا العام إذ عملت هيئة البحرين للثقافة والأثار من خلال الجناح على ضمان نشر الوعي بالتراث الثقافي الزراعي للمملكة مشيرة إلى أن فكرة الجناح تتمحور حول تقديم مشهد طبيعي مستمر مكون من عشر حدائق فاكهة انتقل اليوم ضمن استراتيجية الهيئة الداعمة للاستدامة في كل الفعاليات إلى المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية آثار خضراء كانت هذه مشاركة مملكة البحرين في معرض إكسبو ميلانو 2015 هذه المشاركة التي استطاعت أن تسحب البساط من تحت خمسين جناحاً وطنياً وأن تفوز بالمركز الثاني بما قدمته من مشهد طبيعي مستمر وتصميم تميز بالاستدامة انتقال جناح البحرين إلى مملكة البحرين إلى المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية حدث جميل وأعتقد أنه سيكون وجهة يقصدها رواد البحرين زوارها للتعريف بأثار البحرين وعلاقتها بالأرث الزراعي ومجموعة من الأثار التي تحكي أو تروي طقوس الري في مملكة البحرين هذا الجناح الذي انتقل لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكريم من صاحبة سمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم التي وفرت لنا أمكانية نقل هذه المزروعات ذاتها والتي كانت عنواناً للبحرين في مشاركتها في إكسبو ميلان اليوم ينتقل البحرين بمزروعاته بأثاره بمبناه الكامل قد تنتقل بعض المواقع أو الأجنحة إلى بلدان أخرى ولكن هذا هو الجناح الأول الذي ينتقل كبناء كمعمار وكانت الجائزة التي حصل عليها هذا الجناح لموضوع الاستدامة الاستدامة في البناء ذاته وإمكانية نقله إلى موقعه إلى مملكة البحرين وهو اليوم الجناح الوطني يأتي لتحتضنه مدينة المحرق ليضم بين طياته قطعاً وتحفاً أثرية استحضرت التقاليد الزراعية التي تعود لعدة ألاف من السنين من إكسبو ميلان إلى مدينة المحرق جاء هذا الجناح بلونه الأخضر ليعبر عن عبق التاريخ والتراث البحريني الأصيل سهير عصفور مركز الأخبار تلفزون البحرين ترجمة نانسي قنقر